مقدم نشرة السامنة يستقيل من التلفزيون العمومي وهذه وجهته الجديدة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم متابعين الأعزاء كشفت مصادر إعلامية أن الصحفي خالد بن أحمد خلفاوي الوجهة التلفزيوني المعروف في نشرة السامنة قدم استقالته من التلفزيون العمومي وتداولت ذات المصادر أن الصحفي خلفاوي بدأ رحلة إعلامية جديدة في قناة العربي 2 القطرية التي تم افتتاحها الأسبوع الماضي وكتب مقدم الأخبار والبرامج سعيد طبال عبر حسابه على فيسبوك نجم سامنة التلفزيون الجزائري الزميل والأخ خالد خلفاوي يلتحك بقناة العربي القطرية كل التوفيق خالد ومزيدا من النجاح يا رب وأثناء إعلاميون جزائريون على خلفاوي مؤكدين بأنه بكفاءة استحق الظهور أكثر والنجاح كما تمنوا له بداية مشوار موفق أعزائي المتابعين كان هذا نهاية خبرنا لليوم أشكركم على حسن المتابعة دمتم بأمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر